نافى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء متى ما تداوله عن اعتزام وزارة السياحة والأثار إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عن خامون في العاصمة اليابانية توكيو وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة السياحة والأثار والتي أكدت أن كنوز الملك توت عن خامون ستظل داخل مصر استعدادا لعرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير والذي من المقرر افتتاحه رسميا قريبا دون أن تسافر خارج مصر في أي معرض مؤقتة سواء في اليابان أو في أي دولة أخرى هذا وأكدت وزارة السياحة والأثار أيضا أنه لا توجد أي مفاوضات أو مناقشات بين المجلس الأعلى للأثار مع أي مؤسسات أو أفراد في مصر أو خارجها لإقامة معرض لمقتنيات الملك توت عن خامون في اليابان ترجمة نانسي قنقر